وفي نفس السياق تطرق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن موضوع مهم جدا وهو اشتراطات البناء وقال سيادة الرئيس ان هذه النقطة عليها نقاش كبير وانه البرلمان لازم يساعدنا في اللي احنا بنعمله وانه لازم اي بناء يكون مخطط بشكل منضبط لكن اتصور ان البرلمان لازم يساعدنا في كده يساعدنا في اللي احنا بنعمله ليه للي احنا بنعمله مش الهدف ان احنا نقزل المواطن ده بتاعنا مننا كلنا لكن احنا بلد فهنا لما نيجي نقول لاشتراطات البناء حد تاني يقول لي انا لو مكانك ما خليش في محافظة القاهرة حاجة تبني تاني كسكن وسط المكانش حيطة ارض فاضية والكلام يتعمل لها مخطط مزبوط ارض كبيرة ارض تاخد لها عشرة تلاف واحدة عشان نشيل قدام منها عشان الف واحدة مش كده احعمل عشرة تلاف واحدة عشان نشيل قدام منها ولا خمس تلاف مش كده انتهاردا لما تيجي تاخد كيلو في كيلو هنا في اي حتة في في الصورة ديت طب لو انا عايز افضي عشان اعمل زي ما قلت كده في الجيزة او كده نعمل محورين واحد عرضي واحد طولي زي المثلا في النص ده مثلا يعني لو حبيت اخليه ده عشان يبقى متنفس الناس خمسة وخمسة واعمل كل مثلا كيلو واحد زيه مش كده يا دكتور عاصم نسبة التعوضات يا فاندم بتساوي ضعف نسبة انشاء الطريق طبان 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 انا اشتركوا في القناة